الأوروبيين اللي طول الوقت بيرفعوا راية الحق الإنساني وأننا دول العالم الحر والأمريكان دعاة الديمقراطية وأننا دعاة الحرية طب الفلسطينيين بيتقتلوا قدام عينيكو والمستشفيات بتتضرب قدام عينيكو وبتتقطع المية قدام عينيكو ويمنع الوقود قدام عينيكو طب بتعملوا إيه؟ ولا حاجة هنبعد طبعا حاملات الطائرات لنجدة إسرائيل وهنعمل جسر جوي لنجدة إسرائيل طب والناس اللي في غزة مش موضوعي طيب هنا بقى أنت بتشوف الأوروبيين تشوف الأمريكان تشوف الغرب كيف يتعامل وتشوف مصر قاعدة بتشتغل على إيه؟ مصر قاعدة عملها بتشتغل على ضرورة نفازية المساعدات والإغاثات لازم يوصلهم مياه لازم يوصلهم أكل وشرب وبطاطين وأدوية ومهمات علاجية ودكاترة وأطقم تمريض مصر دلوقتي شغلها الشاغل الناس اللي عايشة في غزة حياة الناس اللي في غزة صحة الناس اللي في غزة أكل الناس اللي في غزة شرب الناس اللي في غزة علاج الناس اللي في غزة والعالم لسه وقف بيتفرد وإسرائيل تحول دون وصول المساعدات مصر طول الوقت بتتكلم على خلي بالك مش هنصفي القضية ولا نسمح بتصفية القضية لن نسمح بتصفية القضية مصر تحذر العالم من أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية مصر حذرت العالم من أنه اللي بيحصل ده هيؤدي إلى دخول أطراف أخرى لساحة الصراع مصر بتحذر العالم أنه في الحالة دي الشرق الأوسط سوف يتحول إلى كتلة ملتهبة مصر كلها مصر رئيس جمهورية مصر العربية مصر مؤسسات مصر مصر المجتمع المصري اللي شال هذه القضية في قلبه وروحه وعقله وعلى كاهله طول الوقت مصر اللي شعبها واقف بالطوابير يتبرع بالدم علشان إخواته في فلسطين مصر اللي شعبها اتبرع بهذه الكيلومترات من الشاحنات اللي عايزة توصل لغزة لأنها مساعدات إغاثية مساعدات إنسانية اللي انت شايفه ده مصر الدور اللي بيلعبه في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر إصرار الرئيس على حل الدولتين مصر تحذير الرئيس الدائم للعالم من إن اللي بيحصل هو الخطورة الداهمة بحد ذاتها مصر vocabulary موسيقى